بسرعة صواريخها تدخل إيران معادلة حرب أوكرانيا على وقع اتهامات من كييف وحلفائها الغربيين لطهران بدعم روسيا بالصواريخ في حربها ضد الجيش الأوكراني تطور لم يقف عند مربع الاتهام بل تطور للتهديد والتلويح بمعاقبة طهران على هذا الدعم الذي قال عنه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريلب إنه تهديد مباشر لأمن أوروبا واشنطن من جهتها كانت قد حذرت على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية من أن أي نقل للصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا سيشكل تصعيدا وصفته بالدراماتيكي محذرا طهران من عواقب وخيمة نحن قلقون بشدة بهذا الشأن أي نقل للصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا سيشكل تصعيدا دراماتيكيا خاصة فيما يخص الدعم الذي تقدمه طهران لموسكو في عملياتها العسكرية في أوكرانيا ولطالما كنا واضحين نحن شركاؤنا في مجموعة السبع واحد في الناتو نحن مستعدون للرد على نحوين ستكون له عواقب وخيمة وفي إطار العقوبات الغربية على إيران المرتبطة بحرب أوكرانيا كانت بريطانيا قد أدرجت سبعة كيانات على نظام عقوبة إيران تشمل شركة لتصنيع الطائرات المسيرة يتي هذا في معزلة الخارجية الألمانية بيانا قالت فيه إن كل من حكومة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تندد بشدة بقيام إيران بنقل صواريخ باليستية إلى روسيا وأن الدول الثلاث ستعلق فورا اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية مع طهران واعتبرت الدول الثلاثة أن نقل الأسلحة هو تصعيد من إيران وروسيا ويشكل تهديدا مباشرا للأمن الأوروبي أما إيران فقد نفت أن تكون قد سلمت روسيا صواريخ باليستية لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على بلاده ليست الحل بل هي جزء من المشكلة لكن النفي الإيراني للدعم العسكري لروسيا في حرب أوكرانيا لا يفسد التعاون بين الجانبين عسكريا إذ قال الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرجي شايغو إن روسيا أكملت جميع الإجراءات المطلوبة لتوقيع معاهدة تنائية جديدة مع إيران قريبا ونقلت وكالة تاسا الروسية للأنباء أنه يتم العمل على إنهاء الإجراءات الداخلية اللازمة لإعداد الوثائق من أجل توقيع الرئيسين عليها معنا من بروكسل عضو البرلمان الأوروبي السابق باولو كاسكا سيد باولو مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار إيران تنفي دعم روسيا بالصواريخ الباليستية هل لدى الغرب أدلة ملموسة وموفوقة ويعتد بها تدين طهران برأيك أعتقد أن الأدلة كثيرة وهي مؤكدة من جميع الجوانب سواء من الناحية الأوروبية والمملكة المتحدة والمملكة المتحدة الأمريكية هناك صور للسفن الآتية من إيران والتي تسلم الكثير من الحزم والتي يعتقد أنها من الصواريخ الباليستية وأيضا هناك نفي من إيران هذا النفي ليس موثوق فيه لأنها كانت تقوم بذلك في الماضي وأيضا أثبت أن هذا خاطئ وهذا يثبت أن إيران أيضا من ناحياتها تهديد كبير بالنسبة لأوروبا وأوروبا كان عليها أن تقوم بالموافقة على هذا التهديد لكن اللافت سيد باولو أن واشنطن أبلغت حلفائها بما تعتقد أن إيران نقلت أسلحة إلى الجانب الروسي وحينما سألها سأل الصحفيين البيت الأبيض يعني البيت الأبيض رفض تأكيد مسألة نقل الأسلحة يعني ما الذي يجعلنا نثق في هذا الاعتقاد الأمريكي لا توجد أدلة السيد بلينكين كان واضحا جدا بأنه أثبت أن هناك التسليم قد تم هذا من قبل الولايات المتحدة ومن جانب أوروبا كان من الواضح جدا أيضا ومن الناحية الأوروبية وأيضا من الخدمات الخارجية كان هناك تأكيد بتسليم قد تم هناك أيضا حالة من الحرب والسلام أو هذا معهد الحرب والسلام الذي أكد هذه المعلومات لا يوجد أي شك بأن الصواريخ موجودة بالفعل في روسيا وأنها سوف تجعل هناك اختلاف كبير في هذه الحرب وهي قادرة على الهجوم على المدن القريبة من الحدود مع القوات الروسية وربما قد تستفز حتى الكثير من الأماكن الكبرى في أوكرانيا كما شهدنا حتى الآن إذن إيران مرة أخرى أثبت أنها تهديد كبير بالنسبة للأوروبيين من خلال هذه الأعمال بالنسبة للتهديد للأوروبيين حتى بوريل أشار إلى هذه النقطة هناك مخاوف أوروبية من هذه الأسلحة التي تنقلها إيران إلى روسيا وقال بأنه تهديد مباشر للأمن الأوروبي ما طبيعة هذا التهديد وطبيعة المخاوف الأوروبية برأيك أوروبا مدركة جدا لأن هذه الحرب العدوانية لأنه علينا ألا ننسى أن هذه حرب عدوانية من قبل روسيا على دولة أوروبية والتي تسمى أوكرانيا هي ليست عدوان في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من أوروبا وهذا عدوان يهدد كامل القارة الأوروبية ولقد كان ذلك مفهوم جدا من قبل القادة كلهم وقد تم التأكيد عليه مرة أخرى اليوم من قبل رئيس الدبلوماسية الأوروبية أعتقد أن الأمر هو أن سياسة التهديئة المتبعة حتى الآن من قبل المؤسسات الأوروبية لا تنجح ولكنها تدعو إيران إلى أن تستمر في سياساتها العدوانية تجاه أوروبا وهذا التسليم للصواريخ يعد حركة عدوانية أخرى من قبل طهران وأوروبا عليها أن ترد ليس فقط بالعقوبات فحسب ولكن بأكثر من ذلك بالشيء يظهر أن أوروبا جدية وأن أوروبا لن تأخذ في الاعتبار هذا الأمر إلا على محمل الجد ما طبيعة هذه الإجراءات التي يمكن أن تتخذها أوروبا لأنه الآن تم تفعيل عدد من العقوبات على الجانب الإيراني سلاح العقوبات أثبت على مدار السنوات الماضية حسب المراقبين يعني عدم جدواه بالشكل المؤثر يعني ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها أوروبا من أجل معاقبة طهران برأيك العقوبات تعمل عندما تستمر بشكل جيد وعندما تطبق بشكل جيد إن لم يكن هناك تطبيق بشكل حقيقي لهذه العقوبات فإنها لا تنجح أعتقد أن الإعلان عن العقوبات يعد إشارة جيدة ولكن ينبغي على الفور أن نعلن أن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية هذا التحرك وهذا الإجراء سيغير من قواعد اللعبة لأن هذا الحرس الجمهوري الإسلامي في جوهر كل السياسات التوسعية العضوانية لإيران وأيضا إذا كانت أوروبا جدية في أن تجعل إيران أو تحتوي إيران سيكون هذا هو الأمر المهم ولكن للأسف حتى الآن لم يتم الإعلان عن ذلك واضح أن الجانب الأوروبي والإيراني في المقابل يتبادلان استدعاء السفراء برأيك ما نوع الأزمة الدبلوماسية التي يوجد عليها الطرفين وإلى أين يمكن أن تتطور في خضم هذه الاتهامات لإيران أعتقد في الواقع أن البعثات الدبلوماسية في أوروبا ينبغي وأن تغلق منذ فترة طويلة كان هناك حركة دبلوماسية ناشطة والتي عقبت كأعمال إرهابية وبلا شك أثبت أنه كان الشخص والعقل المدبر لهجم إرهابية في باريس ولكن للأسف الحكومات بدلا من ذلك وبدلا من أن تكون صارمة قامت بالتفاوط فقط عن إطلاق سراحة هذا السفير الإرهابي مقابل رهائن قامت إيران باحتجازهم وأعتقد أن هذه إشارة سلبية كبيرة وأعتقد أن الإجراء الحقيقي هو إغلاق السفرات الإيرانية التي أثبت أنها تقوم بإيواء ليس فقط الجواسيس ولكن الإرهابيين الذين يقومون بأعمال اضطرابات على أوروبا أن تقوموا بأبعد ما عليها أو أبعد مما تعلن عنه شكرا جزيلا لك سيد باولو كاسكا عضو البرلمان الأوروبي السابق كنت معنا من بروكسل شكرا لك شكرا لك